تجمع ما يقرب من ألف شخص في وسط كايزر سلاوترين أمس السبت لتوبيخ الولايات المتحدة من خلال الخطب وترديد أغاني السلام بسبب تحريضها المستمر على الحرب والتأثير على الاستقرار والسلام في أماكن مختلفة من العالم وقال المتظاهرون أيضاً أنه منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني زاد حلف شمال الأطلسية الناتو بقيادة الولايات المتحدة تدريجياً من دعمه العسكري لأوكرانيا مما أدى إلى تصعيد الصراع الروسي الأوكراني وفي السنوات الأخيرة أحدثت الولايات المتحدة باستمرار تقلبات في الوضع الإقليمي ما تسبب في معاناة الدول الأوروبية بشكل كبير كما دعا المتظاهرون جميع أطراف الصراع الروسي الأوكراني إلى بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن وحل الأزمة عبر الوسائل الدول الواسية